هذه شجارة الميلاد المزينة تتوسط باكرا قاعات وأروقة مطار رفيق الحرير الدولي علها تخرق فراغ موسم الأعياد القاتل وعلى عكس العواصم العالمية لاسيما الأوروبية التي لبست شوارعها حلة العيد منذ أيام كما في باريس ولندن وبراغ وبيوكسيل تبدو بيروت وشوارعها حزينة فارغة عينها على مواجهات الجنوب والصراع السياسي المحتدم على أن قادم تبقى من اقتصاد بالأرقام النشاط الاقتصادي تراجع عن العام الماضي بين 75 و95% منذ السابع من تشرين الأول في وقت تحسن فقط سوق المواد الغذائية بسبب التخزين والمفروشات بسبب النزوح من الجنوب فهذه أرقام مخيفة نحن بلاك فرايدي بالنسبة لنا هو محطة تمهيدية لنحضر حالنا لنهاية السنة فالمؤشرات كمان منها إيجابية لأنه فينا نعتبر أنه ما لا يقول عن تلتين التجار ناوين أنه يلغوا بلاك فرايدي أو بلاك ويك هو جمع التجاه والبعضة بيستعملوا طي يسيلوا المخزون ومشان يشوفوا كيف رايح الاتجاه فالاتجاه منه منيح المقتربون الذين خططوا لزيارة لبنان هذا العيد متخوفون من تمدد الحرب وقام معظمهم بإلغاء الحجوزات خلال شهر الأعياد من أسبوع يعني حملنا اجتماع ببريز للاختراب اللبناني إجا شي 33 شخص من برة هاوضي كل لياتهم اليوم وبكرة عم بيرجعوا على بلادهم ما حيروحوا على لبنان هاوضي معاوضين يروحوا هن وعيانهم بعيد الميلاد بس نحن ببلاد الأوروبية اليوم كل لياتنا وثلاثة ربيعنا بدي أقول إغدين تيكت سفر وناطرين مثل ما بيقولوا الله والفراج اللي موجودين بأمريكا وبأستراليا ببلاد البعيدة هاي دي صارت صعبة عليهم لأنهم بدون يغدوا بدون يغدوا وقت مشان تيقدوا يرجعوا ويحضروا حالهم يجو ما فقدنا الأمل أبدا أمام هذا الواقع الضربة قاضية للقطاعين السياحي والتجاري فنحن فيتين كقطاع تجاري بوضع واهن للآخر بكانون الأول اللي نبين معنا سنة 2019 خلينا أقول بالنص التاني من شهر كانون الأول المبيعات اليومية للقطاع التجاري قبل الأزمة كانت بين الميتان وميتان وخمسين مليون دولار سنة الماضي كانت بحدود المية للمية وخمسين مليون إذا الوضع كفها هيك رح تكون السنة هاي بين خمسة وعشرين وخمسين مليون وهو أرقام كارسية وشبيهة بأعياد الألفين وعشرين بعد انفجار المرفأ وفي خضم جائحة كورونا ولكن لبنان بلد المعجزات والأمل بمجيء المختربين لم يسقط نهائيا بعد وهو متعلق بتطورات الجنوب فهل ينقذ الاقتراب مجددا تايتانيك لبنان يكون المختربون عدية عام الفين واربع وعشرين اشتركوا في القناة